يوم السبت 28 سبتمبر في الفيديوهات اللي فاتت حكينا على الكارتة الصحية اللي صراط في للأسف أخوتنا في الجن شاهدت بلادية تيمياوية وبرج بلجي مختار وتنظواتين حالات وفاة كثيرة جدا جدا جراء هذا المرض وخاصة من زوية كبار السن والأطفال الصغار وقلنا باللي كين العديد من النشطاء في التيك توك في الفيسبوك يكتبون مناشير يحطوا في اليوتيوب فيديوهات وانشر باش يقولوا للسلطات جزائرية تحرك يروا الناس وبأمر من السيد رئيس الجمهورية انطلقت اليوم لجنة طبية متكونات من تقم طبي مؤهل شي جميل ولو انه رطار بزاف رطار الناس ماتت ولكن معليش خير من والو مدام احنا ماشين بفكرة معليش خير من حدش دركوا وانفاقوا وبأمر من رئيس الجمهورية تسمروا وكيشغل وزارة الصحة معنبلهاش ومش هسامع بيهم خلاص فاتدخل الرئيس وقالهم مش قاعدين تديروا أبعتوا هذه الفكرة اللي حابين يسوقها وعلى معنى سخرين كما اللاجئين الصحراويين ليه ليه ثلاثة اربع ايام تكونوا أجور هذا واستحسن شعبه الصحراوي الهبت تضامنية الجزارية بمخيم الدخل هذا السيد والي وليتيندوف هذا في اربع ايام هذا الثلاثين الثالثة وكل زيارة يجيب يجيب عين قافله قد يسمع من خير قللك الوالي تعتيندوف والله يعني ما هم قصر ليه ليه كما صرط الكارتة كما جاعة وانه هذا قرار سيادي تاعة السلطة ما نشني راح ندخل فيه ما عنديش صلاحيات نحكي عليه لكن الشي اللي نحكي عليه عليها ما تتحركوش مع شعبكم كي ما تتحركوا معنى سخرين ثلاثة اربع ايام صاي عليها المالاريا يعني حتى شفنا انه نهارت ثلاث بركة وصل عدد الموتة حسب يعني نشاطة خمسة وسبعين ميت ما زلتوا ما تحركتوش البارح وان بعدتوا طائرة ومعنى سخرين بالشهادة تاحهم ثلاثة اربع ايام بعتوا سلعة كما يقولوا هما جد السمال قاناطير المقنطرة والشعب الجزائري مسكين والله البارح نبعتنا علىه هذه اللي ضغي علىه علىه أهل الجنوب كما هك وهذه يا خوتي رماركيتها المعاملة تحهم مع أهل الجنوب وأهل الشمال أنا لاحظتها بلك غالطة ماشي كيف كيف بنعطيكم واحد المثال سامبل خلاص يخطي في الدخول المدرسي أهل الجنوب في ورقلة يعانيوا من اكتداط على المدارس 55 واحد في القسم يعني يكون قسمه الساعة على كل تلميذ صح التلميذ دقيقة أسكو دقيقة لا قريب دقيقة فيها ما كانش من هذين مستحيل كانين ذي كلاس فيهم 55 55 كيف حتقر كلاسة فيها 55 مستحيل 55 تلميذ في الكلاسة وراها درجة الاستيعاب وراها درجة الاستيعاب الأستاذ مل التلميذ مل النتائج رايحة في لكن يا خوتي نفس المشكل لم بتروح في الشمال نفس المشكل هما تانا عندهم اكتداد ضغط كبير تشهده هذه المدرسة الابتدائية بحكم تواجدها في حين يعرف كثافة سكانية عادية يعني هما تانا عندهم اكتداد كبير ومشكل هدا ما يقدرواش يقرروا فيه عادي داروا نظام الدوامين داروا حل لهذا يقول لك شهوا عندك مثلا كلاسة فيها 50 قسم 25 جروب وقروب واحدة خطأ 25 قسم تيهاي الحزرة تيهاي تحتوي على 25 تلميذ ودرس في جو مريح وتلميذ هنا يستوعبون أكتر ويستفيدون أكتر يعني كما جاش نظام الدوامين رحينا نشتغلوا ونعملوا مع تعداد أكتر في عدد التلميذ المعلم يقرر بيا والتلميذ يفهم بيا جاءنا إلى نظام الدوامين لتخفيف الضغط على الأقسام والأفواج التربوية ليعمل الأستاذ بأريحية ونوفر الجو الملائم للمتعلم نفس المشكل اللي في الجنوب كين في الشمال الفرق أنه في الشمال داروا له حل وفي الجنوب والله لا سمعين بهم هم ساكنهم حصينهم يتعايتوا نفس المنظومة التربوية نفس البلد نفس الشعب نفس القوانين كلش نفسه وشي هو هذا درناله حل وهذا ما درناله ومش نسمعين به وداروا دخول مدرسية ورمدركة حصين ويهدوا وكليك نحبسه لقراية احنا سنين عنا مستعدين نسكروا هاد المؤسسة لمدة عام نسمحوا في ولادنا عام ما يقرش على هاد أهل الجنوب كش يقول أم بعد خلاص ولا كش ما نشوفه قضيته المهم في الشمال المشكل هادة تار الاقتضاء درسوه وداروه وقضعوا عليه وفضل صحيح ما بقاش مشكل الحمد لله لكن في الجنوب يا يا بن عاش يا حتى نتدخل رئيس الجمهورية كي ما وزارة الصحة على المالاريا لازم حتى نحمله مع أهل الجنوب كي ما مع أهل الشمال والله يا خوتي قلوا لي أسكو كينا منها ولا أنا موسوس عندكم تعليقات فهموني بركة أسكو سيلوجيك ولا أنا هو بركة لموسوس أنتوكا نتمنى وبركة الصحة والعافية لأهل الجنوب وكل الجزائر ورب إن شاء الله هاد الكيب اللي بعتها تكون في المستوى أنا في 2024 ورهنا داخلين على 2025 ونفس المشكل